أربعة مليون معاق في العراق معقولة مدير عام يعني ما يخليه قدام عيونه أربعة مليون وهذا رقم بالحد الأدنى نحن نعرف اللي رقم الحقيقي على أثنالك تم تغيير المجلس الإدارة أعضاء كلهم تغيروا الجلسات السبعة هم اللي حضروا الجدد الماضي راح تقريبا يعني ثلاث سنوات تقريبا الجلسات كانت لجست بالمستوى المطلوب وماكو يعني مون بنسوى الطموح اللي احنا نريده طبعا ما نقدر نحقق شي إذا مو كل الوزارات والجهات المعنية اللي تكونوا إيانا المطلوب احنا عدنا مثلا أمانة بغداد عليها مهام عدنا وزارة النقل الصحة التعليم تمام التنفيذ ماكو ذاك التنفيذ اللي يردوه وإحنا دا نريد منعدهم الآن في الجلسة الأخيرة نريد شنو اللي حققتوه وطلبنا منعدهم من الأنشطة مال ستة شهر يقدمونا يا نرفع الأمان عام من مجلس الوزراء شننتيجة كانت؟ النتيجة إنو راح يرفعونا الشي اللي انجزوه هم وذي ذوي العاقب ويرفعوه خلال أسبوع أو أسبوعين مو أكثر طريد نشوف احنا بوين وصلوا سووا هم بهاي السبع يعني شفناهم وين وصلوا وش وقت راح يقعدون واحتمال يجي أحد أو ما يجي راح يبقى المعاقب بهذه الدوامة بين التشريعية والتنفيذية لا لا التنفيذية حقيقتا لكن الشيء جيد قليل جدا بيحتاج لبعض الأمور ومنصلاحية التنفيذية والتشريعية على العاقباتين لكن عندك كليل مادة 16 مقانون 38 تخصص الوزارات والجهات المختبرة خمسة بالمئة لوزارات ايه وبعض خمسة بالمئة من جينا لحدها ما قاعد لكن لكن ما يلتزمون الوزارات لذلك احنا يعني وصلنا هذا الشيء إلى رئاسة الوزارات سيد وزير العمل مشكو وزير العمل ما يلتزمون أضاف بهذا التوصيح عمل مقاعد مقعد لنا وليعاقة قانون وزير القير ما يلتزمون إلا القليل فنسب قليلة اللي فقط ما يلتزم منهم يعني مثلا مفروض خلي نقول ملتزم ملتزمين يعني مثلا وزارة الصحة التربية يعني أعداد قليلة يعني مو خمسة بالمئة مو خمسة بالمئة نعم هل إجراءهم شي صارت احنا احنا من الجمهور ما كتعينا ما كتعينا صارفة احنا من جينا ما كتعينا لحدنا ما كتعينا أنا قلت لك قلت لك مثال البصرة كانت عدنا حذف واستحداث في محافظة البصرة لسنة 2019 بغداد ما بيها حذف بغداد حذف واستحداث والمشاكل اللي صارت ووجهنا كتابي لها محافظ بغداد بتحديد النسبة الخمسة بالمئة وإجابة أنه عدد المقدمين لا يجاوز السبعة هاي جينا سبعة مو فولهم احنا ليش صادراء أنا ليش ردك لو كانت هيئة دولة عاقة هذا الحكومة هذا الحكومة مختلفة شون أنا لو كانت هيئة دولة عاقة تجتمع لقراراتها كانت ملزمة اليوم ممثل عن وزارة التربية ملزم في حالة وجود خمس تعينات يخلي واحد من هاي التعينات إلى هيئة دولة عاقة وزارة الصحة هدها عشر تعينا ها إذن اليوم القانون 38 قانون حقيقة وأن كان به بعض الإجرائيات تحتاج إلى تعديل تحتاج لكن بالمجمل العام احنا نقول 85% ممكن يلبي أنا اليوم أستاذ أكو قضية أنه راتب المعين أنا هذا اللي يهمني راتب معين 175 ألف 170 170 ألف عندي 57 ألف من واحد 2029 لحد الآن لم يستلمون من 2019 عندي 2018 2019 2020 70 مشروطة 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 بالقانون 70% راتب الحد العدنى في سلم بس بعد وين لا لا خلأ وضح لك بس القوانين كثيرة مو عندي عندي راتب راتب أنا أريد أروح أنا أريد